موسيقى وجي الوقت دلوقتي هبتوع افلام لحلقة الاخبار بتاعت الشهر حلقة الاخبار اللي احنا بنعملها دلوقتي كل شهر واعتقد ان الحلقة بتاعت الشهر ده hiبقى فيها كلام كتير وحيبقى فيها اخبار كتير جدا والحمدالله قبل ما ابتدي حلقة عرفنا خبر جديد برضو خبر مميز جدا وهبتدي به الحلقة عموما وفي الحلقة دي برضو هيبقى فيها بعض الاخبار الانجلس حسيت ان في اخبار كده لازم تتقال عموما ولازم برضو نقول لكم بعض الافلام اللي هتنزل خلال الفترة اللي جاية انجلش عربي ايا كان بس قبل ما ابتدي الحلقة بتوع افلام عايزكم تزبطون ايه لايكات كتير جدا 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 وشارلوا سبسكرايب للشانل لو لاول مرة طبعا عايزكم تشاركو على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج وضع جرس التنبيات عشان تجيل لكم الحلقة اول باول ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا ماذا عليكو ارحمة كمال بتاع افلام اول خبر معايا بتوع افلام اللي انا قلتلكو عليه وحمستوكو كده من الاول في المقدمة الخبر بيقول ان فيلم جديد لكريم عبدالعزيز وبيشاركو في البطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وبتشاركهم البطولة النسائية الفنانة منا شلبي اعتقد مفيش حاجة اشيك واجمل من كده والفيلم ينتمي النوع عالكوميديا والفيلم اسمه بيت الروبي وفيلم بيت الروبي حيبقى من اخراج المخرج اللي عمل اعمال كتيرة جدا مع كريم عبدالعزيز خلال الفترة اللي فاتت ونفس الكلام برضو مع كريم محمود عبدالعزيز وهو المخرج المتقلق بيتر ميمي بيتر ميمي طبعا عمل مع كريم عبدالعزيز خلال الفترة اللي فاتت الجزئين الاخرانيين من مسلسل الاختيار وطبعا مع كريم محمود عبدالعزيز فيلم موسى وايضا فيلم من اجل زيكو برضو اللي كان بتشاركو في البطولة الفنانة منا شلبي وفيلم شلبي برضو اللي من بطول الكريم محمود عبدالعزيز اللي من المفروض حينزل في أوائل السنة الجديدة يعني كمان شهرين بالظبط بإذن الله أما الخبر السيء اللي أنا هقوله لكم للأسف لكريم عبد العزيز إن للأسف مسلسل حشاشين وده المسلسل اللي احنا اتكلمنا عليه خلال حلقة الأخبار بتاعت الشهر اللي فات واللي قبليه واللي قبليه كمان لأن المسلسل ده كان يعتبر المسلسل اللي حيبقى البوم في رمضان عشرين تلاتة وعشرين ولكن للأسف المسلسل تأجل لرمضان عشرين أربعة وعشرين واقولك الصراحة تسألني ايه رأيك يا بحمد في حوار التأجيل ده اه طبعا حاجة دايقك انك انت مش هتشوف كريم عبدالعزيز بقى بعد كل الكلام اللي اتقال خلال الفترة اللي فاتح عن مسلسل الحشاشين والشخصية اللي هيقوم بيها اللي كل الموثلين قالوا يا كان نفسي ان احنا نقوم بالشخصية دي وكل الكلام ده معاك ان حاجة دايق وكل حاجة بس الصراحة المسلسل زي الحشاشين وكصة تقيلة جدا محتاجة تصوير كبير ومحتاجة تحضير كبير وكل الكلام ده لو كان المسلسل نزل كمان ثلاث شهور من دلوقتي او تصور في خلال الشهرين اللي جايين دول لان فيه ناس ممكن تكون مسقطة من الرمضان في شهر ثلاثة يعني الرمضان اللي جاي بإذن الله كل ساون طيبين جاي في شهر ثلاثة فقال انت متخيل مسلسل بالعظمة دي والقوة دي لسه مابتدوش تصوير فيه فطبعا لو قالوا يلا نبتدي تصوير مثلا حيبتدوا على شهر اتناشر فشهر اتناشر واحد اتنين قليل جدا على مسلسل تقيل زي ده فخدوا وقتوكو انا حب المسلسل ياخد وقتو وابتدوا شغل فيه من دلوقتي يعني اللي هو ما نعطالش بلاه خلاص بقى ما احنا رمضان عشرين اربعة وعشرين فانيت قال بقى كده لا اشتغلوا عليه وابتدوا تصوير فيه عشان يطلع حاجة فعلا تبقى نقلة في الدراما الرمضانية حاجة مختلفة تماما كل الكلام ده وبما اننا جبنا سيرة تأجيلات وقلتلكو غالبا في الحلقة اللي فاتت ان مسلسل الف ليلا وليلا للفنان ياسر جلال اتأجل لرمضان عشرين اربعة وعشرين احب اقولك ان الفنان ياسر جلال اعلن امبارح او النهاردة باعتذاره عن مسلسل الف ليلا وليلا من اساسه يعني هو مش هيبقى البطل او هو مش هيبقى شهريار من الاخر بس زي ما انتم عارفين ان الفنان ياسر جلال قلتلكو في الحلقة اللي فاتت هيبقى متواجد في رمضان عشرين وعشرين بمسلسل اخر اما من ضمن المسلسلات اللي انا اعتقد هيبقى عليها كلام كتير خلال رمضان اللي جاي واتكلمنا عنه برضو في الحلقتين اللي فاتوا وهو مسلسل سر السلطان من اخراج المخرج خالد يوسف ومن بطولة الفنان احمد فهمي والفنان احمد السعداني المسلسل ده كلمنا عليه بس ما عرفناش اي تفاصيل المسلسل هيبقى ايه او يعني فترة وكل الكلام ده الخبر الجديد ان المسلسل المفروض هيبقى موجود في حجبة الحملة الفرنسية فحيبقى مفروض مسلسل تاريخ او مسلسل من الحجبة القديمة فاحب اشوف جدا تجربة جديدة وتحدي جديد لا احمد فهمي احمد سعداني احنا شفناها في ادوار درامية كتير وادوار مختلفة كتير بس احمد فهمي قصر موضوع الكوميدي اوه بمسلسل السفاح المفروض هينزل قريب جدا على شهد وقلتلكو قبل كده ومرهن على المسلسل ده جدا اما المسلسل التاني اوه سر السلطان هينزل في رمضان اللي جاي فاحنا هنشوف احمد فهمي بوش مختلف تماما خلال الفترة اللي جاي اما من اخبار الافلام وفيه كلام بيتقال ان الفيلم ابتدت تصويره بس الفيلم لسه مبتدتش تصويره دي الاخبار اللي انا عرفتها الفيلم حيبتد تصويره خلال الفترة القادمة وهو فيلم ابو نسب من بطولة الفنان محمد عاد الامام ومن اخراج المخرج رامي عاد الامام واللي اتنين مع بعض اشتركوا طبعا في اعمال كتيرة زي مثلا حسن ومرقص وكامسلسلات طبعا مسلسل فرقة نجع طلة ومسلسل صاحب السعادة وفيلم ابو نسب هيبقى من تأليفة المؤلف ايمن وطار وفي نفس الوقت لسه ما اعلنوش او لسه ما ابقانش مين هيبقى الكاست بتاع الفيلم واول ما نعرف طبعا ممكن نعملها في الحلقة بتاعت الاخبار بتاعت الشهر اللي جاي بازن الله اما برضو من اخبار الافلام ان الفنان والمطرب تامر حسني هيعمل فيلم جديد وهينزل فيه موسم الصيف بتاع عشرين تاعتا وعشرين والفيلم هيبقى من بطولته وتأليفه وكسيته طبعا يعني الكسة والسيناريو والحوار ولكن هيبقى من اخراجه المخرجه صاره وفيه اللي قبل كده اخرجته فيلمه اللي نزل قبل فيلم بحبك على طول او بحبك فيلم مش انا اما من الاخبار الجميلة بقى دلوقتي بقى خبر جميل كده تحسوا ايه تمبستوا كده قبل ما ابتدي على طول الحلقة لقيت شيكو بنزل بداية تصوير اللعبة الجزء الرابع مبسوطين احلى خبر ده صحيح دلوقتي عتقولي ده احلى خبر بسيبولي تحت في الكومنتات هل ده احلى خبر لعشاء اللعبة اللي زي وطبعا مسلسل اللعبة لو حد ما يعرفوش وده طبعا من قلية المن بتوع عفلا مش عارفين مسلسل اللعبة المسلسل من بطولة شيكو عشان ما يجد طبعا والكرو الطبيعي اللي احنا عارفينه ما يكساب واميرنا جميل وكل المسلسل اللي احنا نعرفهم واغلبية الكاس طبعا هتبقى موجودين باذن الله في الجزء الرابع من المسلسل بس طبعا اتمنى ان الجزء الرابع يبقى افضل من الجزء التالت والتاني برغم ان الجزء التاني عجبني وعجب ناس كتير اوي والجزء التالت عجب برضو ناس كتير بس انا من ضمن الناس الجزء التالت حسيته الاقل حسيت ان فيه كرواتة كده في الاخر شوية برغم ان انا قلت في الريفيو بتاع مسلسل اللعبة الجزء التالت ان كان فيه حلقات ممكن تكون اقوى حلقات كتيرة جدا من الجزء التاني والاول بس اوفيرول ما كانوش كتير قوي زي باقي الأجزاء أتمنى الجزء الرابع ده يبقى أقوى جزء في اللعبة عموما أما من الأخبار مسلسلات رمضان اللي طبعا هيبقى يعني من أنجح المسلسلات اللي هتبقى موجودة من قبل أي حاجة نظرا لأسماء الأبطال بتوع العمل وهو مسلسل الكتيبة 101 المسلسل الكتيبة 101 ده هيبقى من بطولة مين ما حفظ الألقاب للجميع بقى طبعا أحمد السقة محمد ممدوح عمر يوسف وفيه كلام كتير جدا أن اللي هيشارك معهم في البطولة الفنان يوسف الشريف ويوسف الشريف اللي غاب عنه في رمضان الفات هيعود في رمضان اللي جاي بالمسلسل ده ده تساءل لسه لغاية دلوقتي ما فيش أي حاجة رسمي بس ده من الكلام الكتير جدا اللي بيتقال من خلال سوشال ميديا ومن خلال الصحف ومن خلال كل حاجة وكان فيه بيتقال خلال الفترة اللي فات أن يوسف الشريف مش حامل مسلسل في رمضان اللي جاي ده برضو زي رمضان القبلي بس فجأة كده تلعت مفاجأة أن الفنان يوسف الشريف حينضم لكتيبة 101 وكتيبة النجوم اللي في مسلسل كتيبة 101 أما من ضمن الأفلام اللي هيبتدي تصويرها الشهر ده هو فيلم ليلة اعتقال مجرم من بطولة الفنان أمير قرارة وبيشاركوا في البطولة الفنان باسم صمرة وأيضا الفنان محمد عبد الرحمن توتة وأيضا الفنانة ياسمين صبري الفيلم من تأليف المؤلف إيهاب بليبل ومن إخراج المخرج حسين المنباوي وبكده بتوع أفلام نخش دلوقتي على الأخبار الإنجليش أخبار خفيفة كده وبسيطة جده بس أخبار حبيت أقولها لكم لأن أخبار أنا بحبها جده لأن أول خبر كده مثلا فيلم فيلم سكريم سيكس طبعا أنتوا عارفين أن أنا واحد من عشاء سلسلة أفلام سكريم وماذا حبي له زي السلسلة وتكلمت عنها كتير جدا ولو ما شفتش قبل كده ارجع بقى لحلقات بتاعة أفلام الرعب ويرجع لحلقة سكريم بتاع الجزء اللي فات ده على طول نزل في أول السنة بس أنا عندي مخاوف شوية من سكريم سيكس الصراحة بس قبل أي حاجة الخبر بيقول أن سكريم سيكس كان المفروض حينزل فيه أواخر الشهر ثلاثة وكان حينزل في فترة عشرين ثلاثة أو عشرين مارس اللي جاي السنة الجاية لا فيه خلال طبعا الأربعة أو خمس شهور اللي جايين دول ولكن الفيلم تخيل يعني أنا قلت مثلا إيه هيأجلوه نظرا إنه هما الجزء اللي فات على طول ده يعني ده سنة بالزبط سنة وشهرين على نزول الجزء اللي بعديه على طول لكن الخبر بيقول إن الفيلم بقى بدري يعني خلوه حينزل يوم ستة مارس عشرين ثلاثة وعشرين طب إيه بحمد مدائي من إيه الآن من حاجتين الآن أول حاجة من الكرواتة والآن ده حيبقى أول جزء سلسلة سكريم من غير البطلة الرئيسية نيف كامبل أو شخصية سيدني براسكوت فده حيبقى أحوار غريب جدا نفس الوقت مش عارف يعني أتأقبل الفيلم من غير البطلة الرئيسية ومن غير عشان برضه إيه مش عايز أحرق لحد سكريم الجزء اللي فات بس يعني مع لنا فمش عارف بس برضه حرجع أقول سكريم الجزء التاني نزل بعد سكريم الجزء الأولاني بعديه بسنة على طول وكان الفيلم حلو برضه ويعتبر من أحلى الأجزاء فيعني الله أعلم وحنشوف كده كده قربنا خلاص بإذن الله يعني خلاص أربع شهور يعني أما الخبر الآخر اللي قلت لازم أقوله في الحلقة الفنانة آنا دي أرمس فنانة آنا دي أرمس أنا كل ما أقول أنا دي أرمس بحيان فنانة آنا دي أرمس حتعمل فيلم اسمه باليرينا دخلته خلاص أنا اشتريته ودخلته كده كده وفيلم باليرينا ده تحت كباعة أو تحت عالم بتاع جون ويك والخبر الجديد بقى واللي رسميا ان الفنان كيانو ريفز جون ويك بنفسه حيبقى من ضمن او حيعلن ظهوره من خلال فيلم بالرينة يعني هيبقى ليه مشهد او مشهدين او ممكن يبقى في النص التانى بتاع الفيلم او اي ان كان ايه بس يعني ده مش خبر غريب يعني هي مفيش حاجة تغلع الغالي يعني يعني انت عايزة مين نجيب لك أقل باتشينو عد الامام اللي انت عايزاه تحت امرك وطبعا عالم جون ويك ده ابتدى يكبر جدا طبعا اول حاجة الجزء الرابع حينزل في عشرين مارس او بالمناسبة انت ما سألتنيه سكريم سيكس اللي هيبو حميد اتقى يعني خلوه ينزل بدري عشان جون ويك الجزء الرابع ايوا هم قلقانين جدا من الرضاة بتاع جون ويك ان لو جون ويك نزلوا قدام سكريم سيكس طبعا يعني يعني ظلم فقالوا ينزلوا بدري يعني لقت رزقه في خلال اسبوعين اللي جايين دول قبل جون ويك او ده فعلا يا جماعة وفيه طبعا مسلسل حينزل برضو في عشرين تاتة عشرين وتكلمت عنه قبل كده اسمه الكونتيننتل او زا كونتيننتل وهيبقى من بطولة ميل جيبسن ايوا ميل جيبسن ميل جيبسن هيبقى في المسلسل كونتيننتل كونتيننتل ده هو القوتيل بتاع عالم بتاع جون ويك وطبعا الناس اللي شافت جون ويك فاهمين ايه الكونتيننتل ده عموما اما اخر خبرين حننهي بيهم الحلقة دلوقتي يابطوح افلام نزول او ظهور البوستر بتاع فيلم كريشتين بيل الجديد اللي حينزل اليوم ستة مارس عشرين تاتة وعشرين بعنوان دا بيل بلو ايز الفيلم ده حيبقى من نوعية افلام الرعب اللي فيها جريمة وطبعا منتظر جدا لانه كريشتين بيل والفيلم حينزل اليوم ستة مارس على منصة ناتفليكس اما نيجي دلوقتي الاخر خبر معانا وهو فيلم التوم هانكس تاني هينزل في اواخر السنة دي هينزل في مصر يوم تمانية وعشرين ديسمبر وهينزل يوم ستة يناير في امريكا فاحنا هنتفرج عليه هنا قبل امريكا باسبوع وهو فيلم امان كولد اوتو والفيلم ده متطبس عن فيلم سويدي اسمه امان كولد اوف نزل سنة 2015 والفيلم اساسا متطبس عن كتاب عموما والفيلم السويدي ده عجب ناس كتير جدا واخد جوايس كتير قوي والفيلم واخد ريتينجز عالية قوي وطبعا كلنا هننتظر الفيلم ده هل الفيلم حيقلش من توم هانكس ولا لأ هل الفيلم حلو ولا لأ وقصة الفيلم باجاز ان هو واحد كارح الحياة من بعد ما امراته متوفت وبيعمل الجرام بطريقة وحشة ومبيحبش حاجة وكل الكلام ده ولكن طبعا مع الوقت تتعرف على ناس ففهمين طبعا قصة الفيلم داخل علي بس طبعا اتمنى من كل قلبي طبعا تعرفين توم هانكس ده بالنسبة لي ايه اتمنى ان الفيلم ده يعني يعمل صدى قوي كده ويكسر الدنيا وان يبقى الفيلم اساسا بقيمة توم هانكس ولو بتلاحزوا كده بتوع افلام توم هانكس السنة دي نزل ثلاث افلام اولهم فيلم الفيس والتانيهم فيلم بينوكيو والتالت هو فيلم امان كالد اوتو اللي انزل يوم 28 ديسمبر في السينما المصرية وبكده بتوع افلام نكون هنا حلقة الاخبار بتاعك كل شهر اتمنى طبعا تكون الحلقة دي تكون عجبتكو واتمنى طبعا سيبولي رأييكو تحت في الكمنتات ايه اكتر خبر عجبك وايه اكتر خبر او اكتر فيلم او اكتر مسلسل متحمسل جدا خلال الفترة اللي جاية سيبولي رأييكو تحت في الكمنتات دي اهم حاجة وارد عليكو زي ما احنا متعودين على طول واقفين نهاية الحلقة بتوع افلام هتمنى تسببطيني لايكات كتير جدا 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 وشاهدوا سبسكرا بالشانل لو لاول مرة طبعا عايزكم تشاركو على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج ودوزوا على جرس السندان عشان تجيلكم الحلقة اول باول واحنا مسا عليكم